نادي الزمالك النهاردة تعاقد بشكل رسمي مع محمد عاطف لاعب فريق طنطة لمدة ثلاثة مواسم ونصف ودي الصفقة الاولى اللي يحسمها نادي الزمالك بشكل رسمي وده بعد ما اعلن نادي طنطة عن انتقال اللاعب الى صفوف الزمالك النهاردة طيب محمد عاطف نادي كويس نادي بيقوله عليه وعد جدا عنده 21 سنة بيلعب جناح جناح ايما تحديدا واحيانا بيلعب في وسط الملعب بدأ مسيرته مع فريق بني عبيد وبعد كده انتقل لقطاع النشيين بالنادي الاسماعيلي وبعد كده تم بيعه لنادي بلطيم الرياضي ثم الى طنطة في 1 يوليو 2022 هو اصلا من او اللاعب ده لاعب السنة دي في طنطة وسجل 6 اهداف وسنع 4 اهداف ووقت اللاعب ساهم مع فريقه في تسجيل الاهداف بيقوله ان هو لاعب كويس طبعا مش فنوش كويس بس يعني كلام عليه ان هو لاعب كويس طيب الزمالك برضو خلال الايام اللي فاتت ارسل عرض رسمي لنادي بيراميز عشان يضم عبدالله السعيد وسيف جعفر لاتنين مقابل 12 مليون جنيه بخلاف المستحقات المتأخرة على نادي الزمالك لنادي بيراميز في صفقتين دونجة وعمر جابر عشان اللي هيدفعوا الزمالك في الصفقتين مع الفلوس القديمة هيبقوا حوالي 30 مليون جنيه طيب مسؤولي نادي الزمالك اتفقوا مع بيراميز على كافة التفاصيل لكن مسؤولي بيراميز ارسلوا العرض الرسمي والنهائي من الزمالك الى ملاك النادي في الامارات ونقل لهم رغبة عبدالله السعيد وسيف جعفر في العودة او تحديدا سيف جعفر في العودة لنادي الزمالك وعبدالله السعيد في الانتقال لنادي الزمالك وخلال الساعات اللي جاية مسؤولي بيراميز بيستنوا رد ملاك النادي عشان يتم حسم الصفقة بشكل رسمي عبدالله السعيد وسيف جعفر الى نادي الزمالك ربما خلال ايام قليلة جدا